موسيقى قناة بلقيس تطفئ شمعتها الرابعة ما الذي حققته خلال هذه السنوات وما هي خطوطها القادمة نظرة على قناة بلقيس هذه المرة من خلف الشاشة وما وراء الكوانيس موسيقى 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 أهلا بكم أكملت قناة بلقيس عامها الرابع كأول قناة يمنية إخبارية تناولت خلالها الشأن المحلي السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإنساني المساء اليمني فضأ حر زوء الحدث الأجندة بين قوسين ولست وحدك وكيبورد وغيرها العديد من البرامج اليومية والأسبوعية بالإضافة إلى نشرات ومواجز إخبارية على رأس الساعة وبتغطية 24 ساعة خلال أربع سنوات عملت من أجل أن تصبح صوت اليمني وكافحت لكي تكون حيث الإنسان وبطبيعة العمل الإعلامي فدائما ما يكون الجهد الأكبر لجنود خلف الشاشات يبدلون جهدا كبيرا كي يصل إليكم ما يصل وبالصورة والقالب الذي ترونه نناقش اليوم مع زملائنا في المكاتب الخلفية حكاية وهم بالقيس وما الجديد الذي يعيدونكم به خلال الأيام القادمة اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي الأعزاء هنا في الأستوديو الأستاذ كمال حيدرة مدير البرامج وأيضا الأستاذ عبدالرحمن شعلان رئيس قسم السوشال ميديا الأستاذ عبداللحرازي مدير لسوحدك وأيضا مدير شركة روما ميديا ومنتجة البرامج إلهام عامر وكذلك الأستاذ عدنان الراجحي منتج الأخبار أهلا وسهلا بكم ضيوفنا العزاء وأهلا بكم مشاهدين في هذه الحلقة الخاصة من المساء اليمني نذهب لمشاهدة هذا التقرير عام خامس يبدأ من عمر قناة بالقيس صوت اليمنيين وحامل همومهم وأحلامهم بالقيس وليدة الحرب ونصيرة ضحاياها المتساقطين على هامش جريمة الانقلاب وخذلان الشرعية وأطماع الحليف الخارجي صوت المخفيين المنبعث من خلف قطبان ميليشيا الحوثي والتحالف وميليشياته كأول قناة يمنية إخبارية اختارت أن تضع المشاهدة أمام الحقيقة كما هي دون انحيازات أو حسابات تنتقص من حق الضحايا مع استمرار الحرب واتساع رقعة الأزمات وتعقد القضايا الوطنية وتداخلاتها محليا وإقليميا تكبر مسؤولية قناة بالقيس ويزداد ثقل تبعات الالتزام بالخط التحريري المستقل المنحاز لليمن الكبير بعيدا عن استقطابات المشاريع الفئوية والجهوية في عامها الخامس كشفت القناة عن خطة لتطوير برامجها شكلا ومضمونا من خلال تدشين دورة برامجية جديدة تضم برامج ميدانية من تعز وحضر موت ومأرب ليصل عدد برامجها إلى سبعة عشر برنامجا منها خمسة برامج ميدانية كما ستشهد شبكة المراسلين توسعا بما يضمن مواكبة أفضل للأحداث وتغطية كاملة للجغرافية اليمنية وإتاحة الفرصة لأكبر قدر من الشباب اليمني للالتحاق بالقناة بما يضمن التنوع الذي تلتزم به بالقيس وتحافظ عليه السوشال ميديا الشاشة الرديفة وأحد أبرز وسائل الوصول إلى المشاهد وأكثرها قربا منه هي الأخرى ستشهد اهتماما أكبر خلال الفترة القادمة بما يتيح مساحة أو ساع للوصول إلى جمهور القناة ونقل تفاعلاته وتسهيل عملية الوصول للمحتوى الذي تبثه القناة للجمهور جهود كبيرة تبدل خلف الشاشة رغم التحديات والصعوبات لا سيما في الداخل حيث يشكل انقطاع الكهرباء وضعف خدمة الإنترنت أكبر التحديات إلا أن الفريق الفني يبدل قصارى جهده لتظهر الصورة للمشاهد بشكل أفضل رغم التحديات وكبر المسؤولية ستشهد بالقيس في عامها الخامس تطورا في المحتوى التحريري والبرامجي والقوالب الفنية لتبقى دائما صوت اليمنيين المعبر عن تطلعاتهم ومعاناتهم إذن عود إليكم مشاهدنا الكرام وبداية حديثي من عندك أستاذ عبدالله كونك مدير شركة روما ميديا أود أن تحدثنا عن بدايات التأسيس في صنعاء والإشكالية التي حدثت أولا كل عام أنتم بخير ومشاهدين الكرام وزملائنا أيضا في الميدان وكل المتابعينا وكل شركاءنا بألف خير واليمن وأهله إن شاء الله بكل حرية الحقيقة أننا بدأنا في العام 2015 في تأسيس هذا العمل مؤسسة بالقيس إذا جزت تعبير تكون من ثلاثة مكونات هي شركة روما ميديا الشركة المشغلة للقناة في اليمن وشركة بلقيس ميديا هي الشركة المشغلة في تركيا وكيان قناة بلقيس الذي يصب فيه جهود الجميع فكانت البداية في اليمن بتأسيس توسيع عمل الشركة لأن الشركة كانت قائمة من قبل وتأسيس مكتب لقناة بلقيس في صنعاء بدأنا في يناير 2015 وحاولنا أن نتحدى كل القيود وكل البيئة الطاردة للعمل الإعلامي التي كانت سائدة في تلك الفترة نتيجة استمرار الإنقلاب الذي بدأ قبلها بثلاثة أشهر الحقيقة أن هذا المشروع برمته كان استجابة وطنية لمواجهة هذا الإنقلاب مهما كلف الثمن فكان البدء بمكتب صنعاء بدأنا بتكوين شبكة المراسلين بشكل محدود ربما في صنعاء وعدد محدود فقط من المحافظات بدأنا بشراء الأجهزة بتدريب المنضمين إلينا من الزملاء الصحفيين الذين اخترناهم بالبداية وكانوا في غالبيتهم وجوه شابة ومنتمية لفبراير وجديدة على العمل الإعلامي لم يخيبوا الظن حقيقة وكل من بدأ معنا لازال إلى حتى الآن ويقدم بعطاء مذهش ومذهل لكن عاقب قيام العملية العسكرية وتوسعها بدخول التحالف العربي في الصراع اليمني زاد جنون الميليشيا وقررت سد كل منافذ الصحفية والإعلامية خنق بيئة العمل الإعلامي الحر والمستقل تماما قامت بمجزرة مشهودة تذكرها الجميع باقتحام جميع القنوات ومصادرة ممتلكات تلك القنوات وملاحقة الصحفيين لم نكن بمعزل عن هذا الإجراء كنا ربما آخر الأهداف لكننا كنا ضمن القائمة القائمة المستهدفة حاول العمل في ظروف استثنائية حتى خارج منطقة السلام الصحفية الذي هو معروف في العالم بكله أن نعمل بشكل متخفي أن نعمل بأماكن متعددة لكن الأمر لم يكن ربما الزملاء الموجودين معنا هم كانوا معكم في مكان كمال وعدنان أيضا كمال وعدنان هم من الشهود الميداني للملاحقات بالذات عدنان كان شاهدنا الوحيد على عملية الاقتحام للمكتب وتطويق البناء نقول الحديث لك عدنان حدثنا عن تلك الفترة مسألة البدايات وأيضا حين دخول الميليشيا التخفية محاولة الخروج من اليمن وما إلى ذلك ولن كل عام والجميع بخير ولساعدة المشاهدين حقيقة أن البداية كانت قنات بالقيص في العاصمة صنعاء لم يكن هناك بيئة مشجعة للعمل الصحفي خاصة بعد الإنقلاب كانت البداية بالقيص يعني كل الناس كل المشاهدين كان هناك تعبية ضد وسائل الإعلام فكنا أكثر عرضة لهذه المضايقات وكان آخرها الاقتحام المكتب وأنا كنت ربما الشخص الوحيد الذي حاول أن يتأكد ما يحدث في المكتب ونقوت منهم بعد أن هددونا في السلاح فتمكنت من الحرب منهم ومنذ تلك اللحظات لم نعد للمكتب وتم اقتحام المكتب ومصادرة كل المحتويات ومنذ تلك اللحظة لا نستطيع كنا نعمل ظلينا بحدود شهر أو شهرين متخفيين عن المكان حتى المقرد عبر من المكان هذا يعني انقطعنا بسبب أن الميليشيات انتشرت في تلك الأماكن خاصة أن هناك كان قيادة حوثية متواجدة في نفس الحي وهذا الذي جعلنا أن نأخذ الحذر وكنا ننبه الزملاء الذي كانوا من البداية أن لا يمروا من هذا المكان خوفا على حياتهم أو أن يتعرضوا للاعتقال والاختطاق والاعتداء والضرب لو تحدثنا معك عبد الرحمن عبد الرحمن السوشال ميديا نعلم مدى أهميتها الآن وكيف أن لها التأثير الأكبر ربما على الرأي الناس وكيف أنها استطعت أن تغير الكثير أنت من مؤسسي قسم السوشال ميديا في القناة أود أن تحدثني عن البدايات كيف كانت الفكرة تأسيس الصفحة والموقع وما إلى ذلك بسم الله الرحمن الرحيم وبدأتا السوشال ميديا أخذ مكانه في واقع العالم العربي من بعد بداية الثورات العربية السوشال ميديا كان المحرك الأساسي لثورة تونس ومن ثم ثورة في مصر فبالتالي هو فرض واقع جديد وزاحم بشدة القنوات التلفزيونية والجرائد وكل وسائل إعلام التقليدية القديمة فكان لابد من قناة بالقيس أن هي تتواصل مع مشاهديها بما يفهمه العصر الجديد وبما يفرضه الواقع الجديد الذي أنشأته الثورات العربية طبعا اليمن من أهم بلاد الربيع العربي ثورة الشباب في اليمن أيضا كان السوشال ميديا هو المحرك الرئيسي فيها أو وسيلة التواصل الرئيسية فيها إحنا داخلين على واقع في العالم العربي بيتحكم الشباب فيه وبيؤثر فيه بشكل أساسي الشباب لغتهم الحالية ما بقتش التلفزيون ولا الجرائد ولا المجلات بقى الفيسبوك والتويتر ويوتيوب وما خلافه فكان لابد قناة بالقيس أن هي تنشئ قسم يجاري هذا التصور الحاصل في وسائل الإعلام وبالتالي أنشأنا القسم إذن أنتقل إليك أصد كمال أولا مبروك تعيين حديثا مدير البرامج في القناة خلفا لزميلة أسون شاهر وأود أن تحدثنا عن فكرة البرامج في القناة الجديد فيها ربما كونك حديث يعني ولكن على الطلاع عن برامج بالقيس خاصة أنت منتج لبرنامج فضاحر ومحرر في الأخبار منذ البدايات طبعا كأي قناة تلفزيوني لابد أن يكون هناك برامج يعني موجهة للجمهور تحتوي القناة الآن على عدد من البرامج صار لها يعني منذ بداية تأسيس القناة كان هناك عدد من البرامج يعني لدينا مثلا فضاحر المسأل الماني زوايا الحداث بين قوسين وغيرها الكثير من البرامج هناك برامج جديدة مع البرامج الجديدة أو مع انطلاقة مفتتح العام الجديد ومع رمضان أيضا كان هناك أو بدأنا في برامج جديد من تعز وهو برنامج ميداني يتحدث في جزء منه عن الخدمات أو المشاكل الخدمية في المحافظة وجزء منه أيضا يلقي ضوء على بعض الآثار والتاريخ في تعز وجزء أيضا يتحدث عن أعمال فردية وإنجازات فردية لدينا أيضا البرنامج آخر سينطلق أو ستبث إلى حلقاته هذا المساء أو الليلة يعني من حكاية حضر موت سيسلط الضوء على بعض تفاصيل حضر موت الجميلة والمتنوعة سيكون لدينا أيضا برنامج ميداني آخر من مأرب لحد الآن لم تكتمل تفاصيل لكنه سيكون في الفترة القريبة إن شاء الله أيضا هناك خطاط لإطلاق برنامج استقصائي نظرا للأوضاع القائمة الآن يحتاج إلى برنامج من هذا النوع في الفترة القادمة أيضا إن شاء الله سيكون هناك مجموعة أفكار أو أفكار كثيرة حول تعزيز علاقة الجمهور بالقناة سيكون هناك برامج تفاعلية سيكون هناك برامج يعني متنوعة بشكل ما أو بآخر هذا يعني ملخص حول البرامج القائمة حاليا إن شاء الله يعني البرامج ستكون يعني محوى الرئيسي في القناة في الفترة القادمة جميل إذن منتجة برامج إلهام عامر ربما أنت يعني من أكثر المنتجين أو العاملين لدينا احتكاكا بالجمهور وبالناس بحكم طبيعة برامجك التفاعلية حدثينا يعني كيف تأكيد تلمسين صدى بلقيس بالنسبة للناس لديك بسم الله الرحمن الرحيم أولا أهلنا جميع الزملاء بالمناسبة أربع سنوات البلقيس طبعا أنا طبيعة برامجي أن نشتغل بالجانب الإنساني والجانب الاجتماعي والثقافي فبرامجي من البرامج المتابعة بالشريحة كبيرة من المجتمع فالأشياء يعني مثلا كون القناة قناة إخبارية فهي تخصص برامج للجانب الإنساني أنا أشتغل على هذا النوع فلمست طبعا لمست متابعة كبيرة لهذه النوعية من البرامج خاصة مثلا نشتغل على برنامج كيبرد وهو برنامج تفاعلي نرصد فيه جميع تفاعلات ما يقوم به ناشطة مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا نسلط الأضواء على المواهب المتنوعة في المجتمع اليمني المواهب الشابة وأيضا نحاول أيضا أنه نظهرهم للمجتمع نظهرهم في كثير من المواهب التي كانت بداية انطلقها من برنامج كيبرد هل يتواصلوا معك الناس يقول كان عندي موهبة أو كان في البداية كنت أتعبني أوصل لهذه النوعية لكن الفترة الأخيرة أصبح هم اللي يتواصلوا معي وأيضا ناس يدلوني على المواهب أنه هناك مواهب شرائك تستظيف هذا الشخص وأيضا كمان من جانب الآخر بموضوع التفاعل برنامج مثلا بين قوسين في معنى فقرات اللي هي تفاعلية نشرك المجتمع نشرك الناس اللي مشاركونا في البرنامج من خلال الأسئلة اللي في السوشيال ميديا من خلال نطرح الموضوع في الصفحات صفحات موقع التواصل الاجتماعي في القناة وفي صفحات البرامج إذن عند هذه النقطة صف عبدالله بوجود برامج تفاعلية والوصول للناس هناك من يقول كوننا بعيدين عن الميدان صحيح أنه لدينا مكاتب في الداخل ولكن يختلف العمل حين تكون القناة بأكملها في الداخل هل هذا البعد سبب قطيعة بين بلقيس ومشاهدها هذا افتراض مبني على أمر غير منطقي لأنه أولا نحن في زمن السماوات المفتوحة الفضاء المفتوح بالنسبة للجمهور نحن نتوجه إلى الجمهور 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع كما تفضلت الزميرة إلهام وكما تفضلتم أنه لدينا عدة نوافذ تفاعلية مع الجمهور لأن لنحصل على الفيدباك من جمهورنا من الميدان أعتقد أنه إذا كان هناك ثمت أثر لمسألة بعدنا عن الميدان فهو أثر لا يلحظوا المشاهد ولا يدركوا كون المسألة مرتبطة بيننا وبين مكاتبنا وشبكة مراسلين في الداخل بين منتجينا الذين ينتجوننا الأعمال في الداخل وصعوبة إيصال هذه الأعمال بين مسألة التواصل مع الداخل معرفة تفاصيل الأحداث أو استضافة ناس معنيين وشهود عيان وما شابه هذه هي الصعوبة التي سببها مسألة بعد مكان البث عن مساحتنا الأساسية وهي اليمن إذن عبنان كونكم في غرفة الأخبار أيضا هناك احتكال كبير بالأحداث بالداخل قبل لحظات أتيت راكضا حتى لم تفطر جيدا وأنت تقول لي هناك أحداث جديدة في تعزيز حبثنا عن جو الأخبار والتغطيات خلال 24 ساعة كيف مواكبة ذلك؟ أعتقد أن إدارة الأخبار هي الإدارة الوحيدة التي لا تهدى خاصة أنه هنا البث 24 ساعة ولدينا تغطية أخبارية على رأس ساعة نشرة أخبار ومواكبة إدارة الأخبار ربما هي المحرك الرئيس للتغطية الأخبارية خاصة أن هناك من دارة المراسلين هي تلعب الدور الأساسي في التواصل مع المراسلين والبحث عن المعلومات والجميع يعرف أن التغطية الأخبارية تحدث في ظل وجود وصائل التواصل الاجتماعي هناك تدفق كبير وهنا يطلب مننا كمنتجين أو كمحررين للبحث عن المعلومات الصحيحة والدقيقة والتأكد منها والتواصل مع المراسلين وهذه شيء يوميا يحدث للبحث عن الأخبار خاصة أن الزملاء يعملون في بيئة خطيرة يعني خاصة إذا كان في مناطق الواقعة تحت سيطرة الشرعية وفي محافظات أخرى أيضا هناك شبكة من زملاء محررين يقومون بإعداد تقارير في إدارة الأخبار تقارير مكتبية وهناك تقارير تصلنا يوميا من الميدان لتغطية الأحداث وخاصة أن تتعلق بالقضايا الإنسانية والملفات الاقتصادية والحياة العامة للناس أيضا والحقوق والحريات وكل هذا يحدث بشكل يومي وبشكل مستثل تعيشون ضغط يعني بشكل مستمر تقريبا يعني خاصة أن البلد وضعها ليس بالمستقر فهناك ضغط غير عادي للأخبار والأحداث المتسارعة طبعا الأحداث هي يعني متزاحمة يعني كمنتقين عندنا الأحداث هي متزاحمة ونحن نحاول أن نقولها برسالة إعلامية تتناسب مع الوقت برسالة إعلام حديث ليس إعلام تقليدي يعزز من مفهوم الملل والرتابة نحن نحاول أن نقدم شيء جديد في تغطية الخبرية خاصة أننا في تكنولوجيا متقدمة المشاهد لا يريد أن يظل وقت كثير ليسمع كل التفاصيل فيما يحدث في نشارة الأخبار أو المواقز فنحن نعطي كملخص لما يحدث بطريقة أستطيع أن أقول مهنية وموضوعية وبأمانة خاصة أن الجميع يعرف أن العمل الصحفي أو مهنة الصحفة هي مسؤولية قبل أن تكون مهنة ونحن إن شاء الله من اليوم أو منذ الانطلاقة نعزز هذا المفهوم لدعمة الناس بما يختم صالح العام وما يختم قضايا حقوق الإنسان الوضع الاقتصادي في البلد وعلى هذه الوتيرة ورفة الأخبار دعاً بشكل مستمع إذن عبد الرحمن لو سألتك كيف تشوف قناة بلقيس مقارنة بالقناة الأخرى في مجال السوشال ميديا هل تجد أنها حققت مستوى متقدم أو المستوى المطلوب منها كون الفضاء فضاء إلكتروني؟ هو من ناحية السوشال ميديا عشان أقضى رئيس مدى وصولي ومدى انتشاري لازم أقارن نفسي بالقنوات أو بالمواقع الإخبارية الأخرى في اليمن كنا قناة محلية فما أقدرش أقارن نفسي بقنوات أخرى كبيرة تنتشر في كل الألحاء الوطن العربي وتناقش كل القضايا على المستوى اليمني أقدر أقول أن الانتشار لقناة بلقيس رقمياً عالي للغاية والحمد لله في بعض الأوقات اللي بيحصل فيها أحداث مهمة في اليمن بجد أن التفاعل بيزداد بشكل مهول أتذكر من شهر تقريباً أثناء عقاد جلسة البرلمان الأولى في سيئون وصل البث المباشر عندنا للجلسة وصل ل3600 شخص في الثانية كانوا بيشاهدونا وده كان رقم قياسي وقتها وقتها تسلل لشعور أن فعلاً وقت ما يكون في حدث أول ما يخطر في ذهن الشخص اليمني هو فتح قناة بلقيس ومشاهدة الحدث فبالتالي كمقارنة بيننا وبين المواقع الإخبارية ما فيش شك في مواقع أخرى متفوقة علينا في جانب ما ونحن قد نكون متفوقون في جانب آخر ولكن بالشكل العام الحمد لله رقمياً انتشارنا جيد للغاية وأنا دايماً أسأل الزملاء اللي لهم علاقات في اليمن إحنا وضعنا إيه في التلفزيون أنا مش قادر رئيس التلفزيون الحمد لله كل الإجابات بتكون إيجابية للغاية نعم إذن أستاذ عبدالله مسألة السوشال ميديا ومدى أهميتها خاصة يعني كونك في إدارة القناة هل تجد أنه لابد من تفعيل السوشال ميديا أكثر الآن ربما خاصة مع انقطاع خدمة الكهرباء ومع صعوبة وصول الناس للمشاهدة عبر التلفزيون يعني مدى أهمية التفاعل من خلال التواصل حققتنا أن التحدي الأكبر بالنسبة لنا الأخوة في السوشال ميديا لديهم خطة طموحة وجيدة لهذا العام بدأوا في تنفيذ أجزاء منها وستكتمل العملية كما هو مرسوم لها لكن الإشكالية التي تتجاوز قدرتنا هي قدرة المواطن في الداخل على المتابعة ضعف الإنترنت نحن في بلد يتعرض منذ ما قبل الحرب حتى إلى محاولة حجب عن العالم إبقاء اليمن والإنسان اليمني خارج عصره هذه واحدة من أكبر تحديات اليمني فما بالكم بعد هذه الحرب التي أتت على كل شيء أتت على الكهرباء أتت على الخدمات أتت على على الأقل إيقاف هذه الخدمات من التطور نحن يعني أنا انتقلت كنت في منزلي في صنعاء 512 ميجا السرعة وهنا يعني مئتين ضعف السرعة يعني فارق مهول المشاهد وجمهورنا يعني بالكاد يستخدم باقة بيانات كلنا نعرف حالة للناس الاقتصادي أيضا باقة بيانات إذن يعني ربما تعاولون على المشاهدين أو المتابعين من خارج اليمن هل لديكم أحصائية بهذه الأشياء؟ تقريبا عدد المتابعين لصفحة قناة بلقيس على الفيسبوك من المملكة العربية السعودية وحدها هو 18% يعني تقريبا قرب خمس المتابعين نزح الناس أيا الناس نزحوا لكن ليس فقط اليمنيون في الخارج وهما اليمنيون الذين شردتهم الحارج لكن أيضا رغم كل هذه الظروف للمواطن اليمني في الداخل فإنه كما تفضل لصلاب الرحمن أنه بمجرد أن تقع الأحداث وأن تتسارع الأنباء تكون بلقيس هي المصدر الأول وهذا يشعرنا بالرضى الكبير كوننا حددنا هدف واضح ومحدد هو أن تكون بلقيس صوت اليمنيين ومصدر الخبر لليمني في الداخل ولمن أراد في الخارج أن يعرف عن اليمن نقيس هذا الأثر ليس فقط من كبر جمهورنا في الداخل وتفاعلاتهم على وسائل التواصل الاجتماعية أو على اللقاءة التي يقوم بها الناس أنتم في البرامج مع المعنيين كذلك الزملاء المراسلون في الميدان الذين يجدون في أحيان كثير من تسليلته وفي أحيان أخرى كثير من العراقين لأنها بالقيس وهذا أيضا أننا مؤثرون هناك نقطة أخرى للقياس أود أن أتطرق إليها وهي أننا أصبحنا مصدر الآخرين للخبر عن اليمن عندما تلتقط قنوات كبيرة مثل الجزيرة والبي بي سي وغيرها وتنقل عن شاشة بالقيس هذا أيضا إنجاز بالنسبة لنا كمال مسألة البرامج ربما رغم وضع اليمن وحاجة الناس لاستماع للأخبار لكنهم عادة ما يميلون للبرامج يقول تعبنا أخبار تعبنا سياسة هل تجد أن برامج قناة بالقيس يعني مرضية لتطلعات الناس ورغباتهم البرامجية هي قياسا بالإمكانيات والواقع المتاح نوعا ما هي بتقدم شيء جيد لكن لما نريدها أو ما يفترض أن يكون لا زال الأمر يحتاج إلى بعض التطوير حقيقة يعني الواقع لا يتيح لنا أن نعمل أكثر من ما هو قائم حاليا في ظروف القائمة هناك تحديدا بلقيس معرضة للمضايقة في أكثر مكان وهذا يجعل تحركنا ميدانيا صعب للغاية وإذا لم نقدم للمواطن الوضع الميداني أو حقائق من الميدان فأعتقد أنه أي برامج لن تغني هذا هو تخصصنا أخباري أخباري ودائما التخصص هو الذي يصل إلى الناس والذي يصنع التراكم نحيي كل الزملاء في القنوات الأخرى التي لديها سعة في هذا الأمر من منوعات أو قناة منوعات لكن إذا أردت أن تنجح فعليك أن تتخصص وهذه مسألة يعني لم يعد العالم يناقشها ربما تتطور بلقيس كما نعمل إلى شبكة من القنوات أن نقدم أيضا قناة أخرى حامة لكن يعني رغم التخصص لكن ذلك لم يمنع من وجود برامج خفيفة نعم قلب خفيفة يعني منوعات برامج منوعات أو يعني مسلسلات مثلا هذا غير وارد تحديدا في القناة تقريبا بالإمكان الاستعاضاء أو تعويض هذا الأمر ببرامج خفيفة وهو موجود لدينا بإمكان تطوير برامجنا الخفيفة هذه لتصبح أكثر تفاعلا مع الجمهور ليصبح الجمهور متواجد بشكل أكبر على شاشة قناة بالقيس ليصبح التواصل مع الجمهور ومناقشات قضايا الجمهور بشكل عام نعم أنا كوني من الداخل ومتابعة لما يحدث هناك تغطيات لكل ما يحدث إن كان هناك خبر فني فيتم تناوله كخبر وتواصل أيضا معه في البرامج الفنية رياضي اقتصادي وكل ذلك يعني يوخذ بقالب قناة بالقيس نعم يعني التخصص الإخباري لا يمنع أو لم يكن مانع لقناة بالقيس من أن تقدم وهي في الأول والأخير كلها تغطيات إخبارية الحدث الرياضي هو حدث إخباري في الأول أخير الحدث الفني كلها بناتناول حتى في نشرات الأخبار كنا بنظهر الأحداث الفنية والرياضية على نشراتنا والبرامج الأخرى بتهتم بمناقشة تفاصيل الخدمات بمناقشة الوضع الأمني بمناقشة كل هذه هي مطلبات الواقع الحالي في اليمن وبالتالي بنعمل على في البرامج تحديدا بنعمل على تعزيز موضوع يعني ناقشة تفاصيل الحياة اليومية ناقشة تحت على مستوى يعني برامج المساء اليمن لم يناقش فقط قضايا سياسية يعني قضايا فنية وقضايا فكرية وقضايا أدبية كنت ضيفكم لأكثر من حلقة بموضوعها فني نعم إذن لو انتقلت لصاحبة البرامج الخفيفة والأكثر تفاعلية مع الناس بطبيعة الحال يعني أنت بتتواصل مع الناس وخاصة مثلا في برنامج كيبورد أظهرت الكثير من المواهب والكثير من حتى على مصول هاشتاغات التي تنشر أو الأبرز الهاشتاغات التي تم تدولها خلال الأسبوع يتم تناوله وقد تكون هناك هاشتاغات سياسية يعني لا يمنع ذلك ما هي يعني أفضل المواقف بالنسبة لك في كيبورد التي يعني من خلال ما أمررتي به أو حتى بين قوسين يعني هكذا تتذكري حدث معين مؤثر فيك طبعا هي مواقف كثيرة بس المواقف الآن اللي استحضره أنه في مرة من المرات وأنا أبحثها يعني أتواصل مع ضيف البرنامج كيبورد تواصلت مع الضيف وأنا عرف بنفسي معك إلهام عامر من قناة بالقيس ببرنامج كيبورد يعني سمعته فرح يعني بساطة بشكله مش طبيعي يعني عرف أنه بتواصل معه عشان يطلع معايا في البرنامج أيوة فقلت له عفوا ممكن تهدى شوية يعني بتستضيفوني معاك ومدريك قلت له أنت عارف برنامج قال أنا متابعة البرنامج وعارف كل تفاصيل البرنامج وأنا جاهز يعني في أي وقت أنا مجتعد يعني كان منتظر يعني أنه متى بيطلع معايا في البرنامج فكان هذا من أحد المواقف طبعا مواقف كثيرة هذا دليل أنه البرنامج انتشر بشكل كبير فما عدا يصعبش عليه أبدا أنه يعني التواصل أو التعرف بالبرنامج أو اطلع يعني حتى أو حتى التعرف بالبرنامج درجة أنه وصلت أنه خلاص حتى راس رسالة بالواس أو بالفيسبوك لأي موهبة لأي ضيف وما عنديش أي صعوبة في هذه النقطة ومن هذه النقطة كمان حسيت أنه رسالة البرنامج وصلت أنه البرنامج الجميع يعني ما نستثنش أي حد بغض النظر عن أي شيء أهم شيء أنه يكون فيه شروط والشروط موجودة أنه موهبات استحق أنه يطلع أو أن نظهره في البرنامج طيب يعني ما فكرتمش أنه مثلا بفكرة معينة أنه يعني أنا قد أكون موهبة لكن ما قدرتش أوصل الإلهام ولا أعرف أي أحد من أصدقائها ممكن يوصلني لها هل فيه فكرة أنه مثلا يكون فيه إيميل نستقبل من خلاله أي فكرة ممكن طبعا كمان توصلني رسائل على صفحة البرنامج في الفيسبوك كمان على حسابي الخاص توصلني رسائل كثيرة وحسابي كمان في الإنستجرام في كل وسائل التواصل الاجتماعي أنا معي حسابات ومنتشرة فالجميع أصبح يعرف أنه في قناة بالقلس هناك برنامج المواهب وإذا لم يستطيعوا الوصول إلي يستطيعوا الوصول إلى أي حد آخر وهو يوصلهم لا عندي يعني إذا من المواقف اللطيفة ربما أيضا عدنا نتصادفكم مثل هذه المواقف في غرفة الأخبار على حدة ما يحدث من أحداث ربما قد تكون يعني مواقف سيئة أو مواقف حسنا هل تتذكر شيء من ذلك؟ هي معظمها مواقفة ليست مضحكة كون غرفة الأخبار مرتبطة بأحداث حروب في قاتل استهداف قصف مدنيين وقاتل من المواقف التي ربما وقعنا فيها في خطأ يعني أنه توردت أنباء عن وفاة الشاعر الجابري أحمد الجابري وتحدث شخص كان ثقة يعني بأنه فعلا الخبر الوفاة صحيح فكلفت واحد من الزملاء بإعداد تقرير يعني التقرير يعني وبثينا التقرير لكن نحنا تأكدنا بالأخير أنه تصدقوا بهم ويقولوا بهم أنه صحيح نحاولنا تواصلوا في نفس اليوم يعني تواصلنا للشاعر أحمد الجابري وتأكدنا أنه الخبر صحيح فضطرنا أنه نكلف واحد من الزملاء آخرين أيضا يعد تقرير عن حياة الشاعر يعني أقل شيء هذا التزام مننا يعني أنه وقعنا في خطأ فهذا كان من الأشياء اللي وكل نفسي ذائقة تلموت في النهاية خلوا التقرير أيوة لكن من الأشياء اللي كانت مؤلمة بالنسبة لنا تواصلنا يوم مستشهد زميلنا المصور محمد القدزي رحمة الله عليه وأيضا زميلنا عبدالله القادري وعبدالله قابل فكانت لحظات يعني مؤلمة بالنسبة لنا نحن ارتبطنا في غرفة الأخبار بكل الأحداث التي ربما لا تسعدنا يعني كثيرا نحن نعايش هذه وتسبب لنا الضغط نفسي الكثير يعتقد أنه نحن يعني بعيد خارج الحدود اليمنية لكننا نعايش هذه الأحداث قبل البرنامج وصلتنا صور من مرسلنا في تعز عن الانفجار هذا فكان هناك مدنيين سقطوا ضحايا هذه من آخر الأحداث المؤلمة بالنسبة لنا التي نعايشها وندركها ونلمس يعني مواجع الناس إذن أود أن نتحدث عن نقطة هناك محافظة لم نعطيها حقها في التغطية خاصة أنها تقع في مناطق سيطرة الميليشية الحوتي هناك فعلا هناك جرائم هناك انتهاكات هناك لا نستطيع الوصول إليها وبالتالي نتمنى أن نكون في المرحلة القادمة في المستقبل أو في المستقبل القريب أن نعطي كل المحافظات تغطيها أن نتبنى صوت اليمني الذي أنهكته الحرب كثير من المحافظات ظهرت في قناة بالقيس يعني بالأخبار بالمراسلين يعني كان هناك محافظات لا يتم ذكرها بتاتا في السابق إلا كنشرة في الأحوال الجوية لكن يعني بوجود المراسلين ما شاء الله حسنه ظهرت نعم المحافظات التي لم نستطيع الوصول إليها إذا تمكن مصول إلى موضوع ربما عن طريق الوكالة العالمية التي يسمح لها بالوصول إلى هذه خاصة فيما يتعلق بالجانب الإنساني في جانب الصحي في موضوع الاعتقالات وهناك تقارير كانت دولية نحن لم نستطيع يعني هناك خطر حقيقي ربما قد يكلف المراسل حياته يعني في موضوع الوصول لهذه معلومات إذا أريد أنه موجود ويغطي اليمني نعم إذن كمال يعني كونك في الأخبار يعني إلى فترة قريبة التعامل مع أخبار الموت والأحداث السيئة يوميا يعني في النهاية نحن بشر ولدينا أسرنا ولدينا حياتنا العادية كيف مدى تأثير كل هذا الضغط ثمان ساعات يوميا وأن تتعيش أحداث سيئة تمر بها البلاد كيف يعني تؤثر سلبا على نفسية المحرر أو المذيع أو يعني أين كان موجود في قناة إخبارية كنت يعني بعد سؤال أخا عدنان كنت سأجيب من نفسي بإضافة في يوم استشهاد الناشطة الحقوقية ريهام البدر كنت أنا في نشرة الأخبار يعني كنت أكتب الخبر يعني حسيت الموضوع مش طبيعي يعني هناك استشهاد ناشطة حقوقية بارزة ويعني كان لها بصمة عمل ميداني لدعم الناس لمساندة الناس بالتالي يعني كان شيء كأنه غير طبيعي أنه يكون مجرد خبر كان هناك شيء ما بين إحساسي كإنسان وبين عملي كصحفي يكتب مجرد خبر الموضوع لم يكن بالحد يعني اكتشفت أن الموضوع لم يكن بالهيين بين أن تكون صحفي وبين أن تكون أي شيء آخر لاحظت أنه أيضاً لا يمكن أن يفصل الصحفي عن محيطه عن الحياة المحيطة فيه مهما كان هناك شيء اسمه التجرد المهنية الموضوعية هناك شيء إنساني آخر يحيط بالعملية كلها أخبار الموت يعني شيء مؤسف عندما يعني كم نقلنا من أخبار الموت خلال الأربعة سنوات الماضية حتى أنه أصبح الموت أيضاً جزء يومي يعني جزء يومي يعني أنا يعني من موضوع ريهام الله يرحمها ويرحم جميع من توفوا أكتشفت أنه الضيوف اللي بيظهروا معي في القناة لم يعني مش مجرد الضيوف صحيح كنت أتواصل بها أنا نفس الشعور لأنك سبقاً تواصلت معها كأنها صديقة مقربة من توفت علي بهذا كل يوم كنت منطر أن أغطي حلقة المسأل يمني من أجمع وكانت من أصعب الحلقات التي كان ذلك اليوم بالنسبة لي كذا أعدت فيها الكثير التفكير في كثير من تفاصيل حياتنا اليومية ما الذي يحدث لنا لماذا أصبحنا لماذا أصبحنا بهذا الشكل يعني لماذا الموت هو وردنا اليومي كل يوم بيموت أو بيقتل العشرات العدد كبير من الناس هناك هناك ناس ضحايا ليسوا سوى أرقام يعني ماذا يعنون لأهلهم لمحيطهم للناس لأننا لا نعرفهم ننقلهم مجرد أرقام يعني قتل خمسة واستشداء ثلاثة ما الذي يعني هذا العدد لأناس يعني كم قلوب تفطرت خلال هذه الأربع عوام يكتشف الصحفي أن الحياة ليست عدلا وعما لكن يعني شيء مؤسف أن يصل إلى هذا تعليقك سيد عبدالله في هذه النقطة والله لا تعليق الحقيقة أنه خاصة أيضا إذا كان زملا في الأخبار بشكل يومي أنا أيضا بشكل أسبوعي من خلال برنامج لست وحدك الذي يغوص في تفاصيل هذه القضايا يعني هم ينقلون أرقام وربما أسماء معروفة لكننا في البرنامج نغوص في حياة هذا الشخص وهذه الضحية لا يوجد مواقف تدعو للاستضراف حقيقة كما تفضلت عندما يظهر معك شخص أو موضوع يعني شاهد في حلقة معينة بعد أسبوعين تكتشف أنه تم قتله لأنه ربما واحدة من دوافع فقدانه لحياتي أنه ظهر معك أو مثلا لدينا شاب عاد من محارق الحدود وكان موضوع لإحدى الحلقات بعد قرابة ثلاثة أو أربعة أسابيع تم اغتياله في تاعز بعد أن رأينا فرحة والدتي بعودته استمعنا إلى تفاصيل ما عاناه والده حتى العثور عليه وإعادته من محركة الحدود شرح لنا هو كيف تم استدراجه من الذي شاهده ومن كان معه من الصبيان إذا جاز التعبير يعني هم في عمره 16 عاما ما زالوا في عمره الطفولة حسب كل التعريفات الدولية للطفولة كذلك أن يظهر معك ناشط جري وقوي لرفض أمر ما وهو في داخل البلاد ثم يدفع الفاتورة من دمه ومن أبنائه كما حدث أيضا مع الأستاذة الحقوقية هدى الصراري أيضا يعني في كثير من المواقف الحقيقة أننا نبكي خلف الكاميرا نبكي بصدق وليست المسألة ونسألة هيناء أو أننا نفرح بالأحداث نتمنى أن تتوقف هذه الأحداث وأن نتناول أحداث البناء والتعبير والتجميع أحداث الزراعة أحداث المهرجانات أحداث مضحكة أحداث طريفة أن ننقل فرح الناس أن ننقل روح اليمني العابقة بالحياة لكن للأسف هذا هو الواقع الآن وهذا هو دورنا في أن نكون صوت اليمنيين في سرائهم وفي ذرائهم نعم إذن عبد الرحمن بالتأكيد تتابع أنت ردود فعل الناس على البث المباشر على البرامج على بعض الأخبار سواء كانت الأخبار يعني أخبار الموت الدومار أو الأخبار العادية وهناك أيضا يعني كما يقال بين قصين الضباب الإلكتروني الذين ينتشرون الذين يجدون تعليقاتهم موحدة في كل البث كيف تقيم تفاعل الناس مع المواد التي يتم نشأها في السوشال ميديا هو يؤسفني أني أقول أن تفاعل الناس مع القضايا قضايا حقوق الإنسان والقضايا التي يكون فيها ضحايا بيقل يوماً عن الآخر للأسف زي ما أستاذ عبدالله قال الناس فعلاً يعني أي مادة فيها ريحة من الحياة أو من النجاح بيكون عليها تفاعل شديد الاستضافات اللي هان بتجيبها في برنامج كيبورد بيكون عليها تفاعل شديد الناس الموهوبة وما خلافه فيؤسفني أن أقول وده للأسف ده طبع بشري التكرار بيمحي الاعتياد بالضبط يعني هل ممكن يعني مش الاعتياد بقدمه أنه تعلق الناس بالحياة حبهم للأشياء المفرحة ميلهم يعني لهذا شيء يجعلهم يعني يبتعد تماماً حتى أنه يشاهد ما يحدث الخروج من الواقع فعلاً هو ممكن الجزئين يعني ولكن الأكتر أكتر شيء بيشد الناس على سوشال ميديا هو زي ما الأستاذ عبدالله قال الأشياء اللي بتبث الحياة في الناس برنامج حيث الإنسان اللي شغال في شهر رمضان من يعني تفاعلات معاه في منتهى الروعة والجمال والبرنامج بيتناول قضايا في منتهى الجمال ويؤسفني أن أقول أن من أكتر الأشياء اللي برضو بتشدك يعني اهتمام الناس على سوشال ميديا هي الأمور المناطقية للأسف الشديد ده شيء في اليمن شيء في اليمن أنا يعني أنا عاشت في اليمن لفترة وأنا صغير ولكن ما كنتش متخيل الوضع العنصر الممكن أنت أنت عاشت ما كان فيش هذه العنصر اللي موجودة الآن يعني يعني والله شيء بشع يا أستاذ أنا الناس يعني 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 عراض جانبي عندما يمرض الجسد يعني تظهر كل الأزواء وعندما يضعف الجسد تضعف المناعة تظهر كل الفيروسات أنا مش حابة نختم عند هذا الجزئ لو صحنا لا شك أحاول يعني لنقول هكذا إن شاء الله أنه القادم بيكون أجمل بالنسبة لليمن واليمنيين وأيضا قناة بالقيس لنستترقبوها بشغاف مال جديد الذي ستقدم خلال عامها الخامس أتمنى نصدفكم ونحن نطفئ الشمعة الخامسة أذكر هذه الجلسة ونحن مبتسمين أن مررت تلك الأحداث شكرا جزيلا لكم ضيوفي الكرام كمال حيدرا مدير إدارة البرامج عبد الرحمة شعلان مدير قسم السوشال رئيس قسم أو مسؤول قسم السوشال ميديا سيد عبداللحرازي مدير شركة روما ميديا إلهام عامر منتجة البرامج وعنانا راجحي منتجة الأخبار كما هو لكم مشاهدين الكرام الحسن استماعكم في هذه الحلقة الخاصة من المساء اليمني بالمناسبة انطلاقة قناة بلقيس شكرا جزيلا لمتابعتكم إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد كنوا برعاية الله وأمنه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة